الكشري واحد من أشهر الأطباق الشعبية في مصر لا يوجد حي في مصر يخلو من مطعم على الأقل لتقديم الكشري بداية بعربات الكشري اليدوية المتنقلة ومروراً بالمطاعم الشعبية وحتى المطاعم ذات الأسماء الكبيرة المتخصصة بالكشري فقط على الرغم من حفاوة المصريين بالكشري فأصل طبق الكشري ليس مصرياً لكنه يعود إلى الهند ويتكون طبق الكشري من خليط من الأرز والمكارونة والشعرية والثوم والبصل والسلسطة والعدس يرجع تاريخ دخول أكلة الكشري في مصر إلى زمن الحرب العالمية الأولى عندما جئ الهنود مع القوات البريطانية عند فرضها الحماية البريطانية على مصر عام 1914 وكانوا يطلقون عليها حينها كوتشري ومع اختلاط المصريين بهم انتقل الطبق إلى المطبخ المصري وأصبح اسمه ينطق كشري انتشر الكشري في مختلف الأحياء المصرية حتى وصل إلى حي تسكنه بعض الأقليات الإيطالية فقاموا بإضافة المكارونة إلى الكشري ولكن للمصريين الفضل في إضافة الدقة بالخل والثوم إليه ومنذ ذلك الحين أصبح الكشري من أساسيات المائدة المصرية يختلف الكشري من بلد إلى آخر فالكشري المصري مكون من أرز ومكارونة وشعرية وعدس يتم سلق كل منهما على حدة كما ينقع حمص الشام قبل الطهي بخمس ساعات ثم ترص في أطباق ويضاف عليها الصلصة وتقلية ويقدم كطبق الرئيسي ليس معه شيء أما الكشري في بلاد الشام الذي يطلق عليه اسم مجدرة فيقدم حارا أو باردا مضافا إليه زيت الزيتون ويفضل أهل الشام تناوله مع اللبن الرائب ويطبخ شعب العراق الأرزة والعدس الأصفر بدون قشر ويقدم مع أكلة عراقية اسمها كبة الحامض وتعتبر مكملا له تحدث الرحالة ابن بطوطة عن الكشري في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفر في وصف بلاد الهند قائلا يطبخون المنجة مع الأرز ويأكلونه بالسمن ويسمونه كشري بالكاف والشين المعجم والراء وعليه يفطرون في كل يوم والمنج هو العدس الأسود وعلى الرغم من انتشار الرواية التي تؤكد الأصل الهندي للكشري وهناك روايات أخرى حول أصل هذا الطبق يقال إن الكشري ورد في كتاب الجبتات أو أصفر التكوين المصرية وهو كتاب يحتوي على نصوص دينية خاصة بمصر القديمة وورد فيه أن أصل كلمة كشري كشير وهو طعام الآلهة كما يعتقد أن أصل كلمة كشري يعود إلى التكشير أو العبوس الذي يكون على وجه آكل الكشري الذي يفضل اللحم ولأن الكشري لا يحتوي على لحوم هناك رواية أخرى تقول إن رجلا أجنبيا دخل مطعما مصريا في وقت متأخر من الليل وطلب طعاما بسرعة ولم يكن لدى المطعم وقتها إلى بعض الأرزب الشعرية وبعض المكرونة والعدس فقام صاحب المطعم بخلطها ثم وضع القليل من الصلصة فوقها حتى يخبئ المكونات وأطلق على الطبق اسم كوشاري وأيا كان أصل الكشري فقد صار جزءا مهما من المطبخ المصري ترجمة نانسي قنقر